بعض المرات إذا ضمنا شي حد وآذانا بقوة ذيك الحجرة اللي كنحس بها كي طحوا علينا أفكار اللي هي جهنامية باش أننا نضو نتقموا من ذاك الطرف الثاني كين فينا لي كيتبع الوساوس ديال الشيطان ديالو وكيلبي له شنوبغة وكين فينا لي كي يوكل أمره المولانا لي هو أحسن منتقيم حتى كي يجيب لي حقه لعنده لكن سعاد في حلقتنا الليلة بحر ذاك الأذى اللي اتعرضت لي طحتي على واحد الفكرة اللي هي جهنامية اللي غادي تربي بها لسا غير هو أنا صراحة شخصيا ما متفقش معاش منه دارت فابقوا معايا باش تكتشفوش نوقع وتعطونا الرأي ديالكم لأنه وتهمنا سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كنتمنى لكم تكونوا بأخير والأخير أموركم هني أحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم عادة لكم من جديد كيف العادة أينما كنتم شكرا دائما وأبدا لأنكم ما تنسونيش من أنكم تضغطوا على زر الإعجاب وليما تكلفكم حتى شيء مجهود قبل ما قدوموا في هذه الحلقة خليني أقولوا ونسمعكم الأوجو ديال النعمة اللي كيف فرح عاربتوا ليش كيف فرح لأنه التعليق ديالكم جميلة وطيبة ذاك شباش نقول لكم ما عمركم تبخلوا بها على أصحاب الحكاية لأنهم هذوك التعليق بحداتهم إذا كانوا طيبين فهم بحش صدقة كتديروها للروح لتعليق الإنسانة ربما كتشافيوا بها واحد الحاجة في قلبها كيف مليومة أولا في حكاية والبرح شافعتوا الجرح وفرحتوا القلب ديال النعمة وعطيتوها الأمل ووقتوها باش أنا تشوف مستقبلها من بعد ما فقدت المعنى في الحياة السلام عليكم أختي أمي ما تتمنى يا ربي تكوني بخير وعلى خير ما يمكن شختي صراح أشح الفرحوني تتعليق لي أنه سودها ويؤديها لهم عمويمتي الله يرحمها ومعي سراختي كما وصلت قصي كما بغيت ضيجع لك يا ربي في هذا العواشر رزقك ربي من حيث لا تحتزي بي وخلي لك ربي البنية ديالك وتشوفها كيف متمنيتي كما فرحتي قلبي ورجعت لي الضحكة لوجهي وكنت سابب الحمد لله في الفرحة ترجع لقلبي أنا بغيت ربي عمرك ما تخيب ذلك شباش نقول لكم أعافكم ما تبقى وش تبخلوا بالتعليق ديالكم من جميلة على أصحاب الحكاية لأنكم كاتبتلوا فيهم بزاف ديالأمور فخيمة تتلاشر لكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا سعاد تزاديت واحد الأسرة اللي هي محافظة أنا هي البنت البكر ديالهم ما عندناش وما خصناش ولكن الأب ديالي كان إنسان اللي كي تقاتل علاق بلنا بحكم أنه ولي ديال كانوا الضحايا ديال طلاق ديال والديهم فكانوا ما أمكن تحاولوا باش أنهم يحافظوا على الأسرة ديالهم اللي كانت عندهم هي أهم حاجة عشت وسط واحد الأسرة اللي هي كتخاف علينا عشت وسط واحد طفولة اللي هي ساليمة حتى غادي نوصل للمرحلات الباك ديالي اللي غادي نشده وقرأت من بعد ثلاث سنين وخرجت ستاجات حتى شدتني واحد الشركة وخدمت فيها وأنا خدمات تصل بي واحد السيد اللي كان بغي يدهو الخالو وصدقي عيط لي أنا أنا خطأ قالوا خالي فلان لا ركضت في النمرة ونقطع من بعدها سيصفد لي زوج ميساجات أنا فلان عجبتني من خلال صوتك وبغيت نتعرف عليك وراه أنا ساكن في البلاسة الفلانية وملتاحي والصالير ديالي راستيلا في درهم خدمت في شركة الفلانية مع تفاصيل أخرى وكملها في الخر وشي بغيت تزوجي بي جوبته ما يمكن لي نقبل نقول لك آه نزوج بي أنا ما زال ما عارفكش تعرفنا مع بعضياتنا المدة ثلاث شهور عنده خمسة ديال أخواتات وثلاثة ديال أخوت بهم زوج زوج عيالات أمه ساكنة الفوق وضرتها ساكنة تحت مننا اللي هي مرتبة جغط بني منمورها بأسبوعين بدلنا العقد ومنمورها بشهر تزوجنا بي فيه غادي نتزوجه وجيت لعنده وتكننا في واحد دويرة اللي كراها وفرشها من بعد الشهر بالضبط غادي نحمل ومن هنا بدأت المشاكل ما بينه ما بينه في الأول بدأت المشاكل بالهضراء من بعد بالضرب تبعوها الإهانات لأنه أنا مكوش كان عارفن طيب أنا كنت في دارنا مخنتة ممتعودش أنا ندخل الكوزينة لأنا والأم ديالي مكلفة بكل شي كنت كانت تحمل ديك الحالة اللي كنت يدير ليها حتى درت شهرين وجات عندي واحد خطولي مثل قبض وجولي دات بغت تسلف من عندي السلسلة ديالها باش تديرها بنتها في الخطبة ديالها أعطيتها ليها وعطيتها معاة تكشيطة حيث بغت تلبسهم في نهارها بحكم أنني كنت عروسة جديدة ذاك شي كان عندي واجد أعطيت ليها وخداتو وكنت معاهم دوزة بيد حفلة وصافي من مراخم الشهور راجلي خرج من الخدمة حيث شجروا عليه فاضطرينا باش أنا نحمس الكرة ونمشيه نحيشوا مع دارهم جيت عندي أخوه ومرت أخوه وابنتها واخته وازدنا عليهم ماشي مشكل مو يمشي تسكنت معاهم والأم دياله كان عندها واحد دار واحد آخر بسميتها غري يخصة بعض الإصلاحات باش نقدروا نسكنوا فيها غادي نكتش بلي أنهم كانوا كيتسنة وواحد لكنا اللي تشقى عليهم والدمر عليهم اللي تكون في الطوع ديالهم اللي بغوها تخدمهم بما أنهم عندهم البير وسط الدار فأنا ما كونش عارفة عليه ما عارفة شنج بد منو ولا تستعملوا كانت عندي خمس شهر في كرشي اللي كانت كبيرة بزاف فأعلموني كيفاش نجبد الماء من البير وكانت نوض نحمتي كل صباح كانت تحلي علينا الباب وقت ما هي بغت بلا دقان وهو ديما مجبد حدايا لأنه ما خدامش حتى الأخت دياله كتدير نفس القاضية غادي تديرها المرة اللولى والمرة الثانية وغادي نقول لي بلي أنا وحدش اللي كتدير في أختك را ما خدامش خاصة تحترم الحدود ديالها ما دم أنا وياك في بيت واحد ما خصوصها تحلي علينا حتى شدرا قلت الأدب فعلا وبخاوغوط عليها شدات تقارها والتي تقول لنا باللي حنا عندنا الكنة ما كتنفس زع ما ما كتكونش نفسها حدها سيمانتها اللولى من بعد كتنوت كتشقي معانا عادي قلت لها صافي واخها ماشي مشكل ما دم اضطريت باش أنا نجي نسكن معاكم غادي ندير ذلك شلي كيت تطلب مني والتي بنتي اللولى ومعرفوني حتى ببيجاما هي الاخرى ما شروهاش ليا بغيت نشري ببيجاما كتقول لي مو لا راح نفتقى لدينا وفي العدد ديالنا ما كتنشروش لالأم ولا التيلد لحويش ما شريت والو نطلبت لي حويش قدام من عند الناس قلت ماشي مشكلة عوتاني او مخدامش واندوزتش بشكل ما ديالما حدهم قدوا لي السفوف والحلوة على حسب الناس اللي غادي يجيو الناس ديالهم انا انا ذكي بل يراصي بلي انني غادي نولد اول ولده ديالي ومشارية حتى شي حاجة والتي لدي ديالي غادي يلبس خير القديم مشيت نولد اعطتني امو واحد الملحف انني نفرش في النموسية مع اختها قديم وادش كله بقى مستمرتا نقول ما غاديش نحكر على تفاصيل بسيطة مشيت ولدت وجات عندي الام ديالي اللي غادي تكسيني انا وابنتي من راسنا لرجلينا جابت كل شي النهار الثالث وانا قلت لها ماما قلت لحماتي بلي انا غادي نجي بسعاد من السبيطار غير هو عافك اهش نو تقدليها في الماكلة باش نو نجي تلقها موجودة باش ترنطيع شنو ديالت حماتي عجلات عشر ديالي الخبيزات حطتهم وانا نفسي الله جاي من السبيطار ما وجدت لي الفطور جاي جاي عانا ومع الولادة فالطاقة مكينة خاصني مقويات باش انني نقف على رجلي دخلنا سهولتها ماما عافك اللي فلانا تعطني الفطور اللي قلت لك مع الصباح باش نحط البنتي لا راني غارع جنت ما عرفتكوش امتا غاديتش ماما بدتك تخبط وكتغوط عيطت على رجلي اعطت لي الفلوس وقلت لي استرجيب لي شوي بنتي واجدت لي وكليت دلتت معي والسبوع وشافت شي حويج لي ما عجبوهاش وتصرفات ديالهم كيف دايرين وما لايقينش بلاب لاناو الحمات اللي كتقل بي حويجي بالليل وبالنهار ماما قلت لي شوف يا بنتي سعاد انا غاديمشي دابا انتي خاسكي توقضي وتوقفي علاج لك لاناو ما كينش علامة تنظيفات الدار ذاك النهار مشت ماما انا قيلت نعسى لاناو كان صار مع بنتي هم مشقاو تغضاو فشفقت جاو عندي وقال لي نجيب لك الغضاء اه الله يخليك عافك جيبولي فيها الشوع سوف يدخل لي الطبلة وقال لي رفيسة الضغمان الأولى حارة بالملحة وقال لي مالكي يوضقها مالكي وقال لي نحن نحن نشبهها لك نحن نأكلها مقادة وقال لي البيض والزيتون وقال لي نأكله ومتما اعرفت فعلا كيف قلت ماما بلي لم يكن من سنة راسي ذاك الساعة نط وعطي بنتي المرتلوسي شدتها ليا ونط تكلبيته لأنه لم يكن ساكن معهم وقال لي وقال لي حتى سيقت وقال لي وقال لي أبو إيه بنت الحرام أول راكي لم تكن هنا وقال لي وقال لي وصل إلى نهار 15 جلبة وقال لي بنتي ونطبخ مازل صغيرة وقال لي ودى المشاكل ونطبخ وتحرير ودعي ومتا لدي ودعي لدي وقد ونطبخ و قمت بتحيير دائما جديد من الصفاحة و قمت بتحسيمها و علما ان العدد كانت مكتوب في الباكية و لكني لم تكن قريعا و انا شفتها و لم تكن تسوقت و هو شفت هذه التصرف جادر بني فمي تسح لي الدم كانو عند نظيف و شفت نحماتي و كنت بصلي رأسي عافك اكسعاد لا تقوم بوزي بالك و سأنتاج إلى مرة عام كانوا يقعوا المشاكين يضربني لأنه تضغط فش ملقاش الخدمة كنت انا كمشي كنغضب وكان عود كنرجع كيرجعني هو كيراضيني تل واحد النهار كنت كندوي مع ماما في التليفون وهو ما كانش فبديت كنخوى عليها ذكش اللي في قلبي رأتي يحكر عليها رأتي يضربني ورأتي يحترمني وصراحة كنت كنعين من موراه هو جدخل على غفلة سمعني ججرني خرجني من الدر الزنقة سد علي الباب بيجمتي وشعر اي ماري سوف يمشي حفيانا حتى المركز الشرطة لحدنا لنقوم بشيكاية ستبعني واخته قلت لي انا ونصلح كل شي بناتنا قلت لاني تنجي عندكم ممرة مازوش فاش كانت يضربني وعلى أقل أسباب غير دادرت الزيت في البطا وكثرته كانت يضربني قلت على ابا وقلت لي رفلان رأي خرجني الزنقة وسد علي الباب قلت لي يا رمك غضاء ستجدك جمع حواجك بالليل وكني واجدة فعلا جمعت حويجتي حواج بنتي وقلت لمدة 6 شهر في دارنا تخيلوا معي سوف يأتي لعندي زوج دال مرات فقط من بعد سوف يدفع بي دعوة نتعطلق الاشتراق من اللي يدفعها عيطوا علينا في المحكامة الجلسة الأولى درناها فاش حضرت انا ابا هو شد محامي وانا كنشد محامية من اللي يدفعنا دعوة للطلاق جيت للدار وعيط على ابا وقال له قالوا عمي فلان را بغيت مرتي وبنتي وراني كان بغيهم قال لي اذا بغيت يوم فلان اجي عندهم للدار نتفاهمه جاءوا قال لي الاب ديالي بغيت مرتك وبنتك اياك قال لي ايها عمي قال لي الشرط ديالي انك ستكنهم حدانا عام باش نعرفوا المشكل واش في بنتنا ولا فيك اذا كان في بنتنا ران نصلحوه واذا كان فيك انتايا ولد الناس ران نصلحوه وعليه كرالي نحضى دارنا سكننا لمدة عام ودست احسن ايام حياتي واحد الراحة ما عمرني ما حسيت بها من نهار دوجت تفاهمنا واحد درجة اللي كانت كبيرة سنحمل فات المرحلة بولدي الثاني وولدتو احدى دارنا شوية وقت يقول لي يا را بغيت نرجع لداري اللي هي في الاصل ديال امو راني ساكن فابور خاصني نرجع ماشي مشكل رجعنا ولكن قلت له انا ويك نتضارب ونتخاسم ونتقاتلوا هاد شي بقى مبيناتنا بحكم انه في الاول اي حاجه وقعت لنا كانت يمشي كي يجري كي يحودها الامو اذا لقى غير سراقزيتا عزكم الله كي يجري كي يجري كي يحودها لها المهم ارجعنا وسكننا والام ديالو غديت تعرض لي لغضاء مشيت تغديت ويجعت الأخت ديالو وقالت لي نقول لك واحد الحاجه اا اا اي 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 نعام شو بغتي بغيت كغير تورني الفقه اللي مشيتي عنده بشر جاعة اخوية لقد قلت لها الحمد لله عفاني الله مما بتلا به غيري انا ماشي من ذيك الطريق اربي هو لي قدر بكل شي اذا بغيت شي حاجة يكفيني انا اني كنسر رح سجدتي وكندعمه ليا والحمد لله مشينا كل مرة كتلوا حليك المجديدة كل مرة كتحرشوا عليا وكنت ضربوا ولكن ولينا مثلا بينوش واخا كانت تقاتلوا سرناك يبقى في دارنا بقيت عيشة معها نفس الحالة العصاد والإهانة كل نهار انتي خيبا انتي ممزينة انا مزوينة وما على برا عند بالهم باللي انا مبقيش كنعاني معاه وباللي ولينا كيف سسمنه والعصر ومفاهمين اخته كان جرى من عندنا خيط نتعضو من دارنا وكانت خلص معنا الشهر واخوة اللي هو رجلي كانت خلص غير مية وخمسين درام تضاعفت وكانت خلص تلتمية درام ما عجبوش الحال ابدأت يقول لها لا رخص تنقص السهلك ارى هاش حلولاتك جينا اخوضت على مشكلة الكنجا قال لي لها ما يحصل على مشكله، المشكلة في مرتك الذي تدخل وقتح الدخل وقتح البشر وكان يطلب الايس ونعنى فراني للضغط، لا عندهم حتى سيشوار اخوضت على مباشرة عن هذه الأشياء، اخوضت في ربيع وشوف كل ما لديك وقفت دقيقة في الضرق كاملة على السشوار لم يتوقع لم يكن لديك سعيد سشوار؟ لا لا لديك مشاريع ليا وفران ديال الضو؟ فين هو أخي؟ أعلنت شريه ليا؟ لا لماذا تقلبني المشاريع ليا؟ وقلت ليا ختيف لعنبلي عندك السشوار وفران ديال الضو؟ صافي بدأت تعيره ما تهي الفاعلية تاركت الوحد النهار؟ فجات الضغاري قال لها أنا سنحيد الضو أنا لا أستطيع أن نخلص هذا الضوء لا أستطيع أن نخلص هذا كل شيء وأنا على قد الحال ومعندي الضوء اللي جاءت يلا كم تقدم على الوقت أعيطت على أخوه وعمامها ونوضت مشكل كبير بللي أنا وراجلي أرى أحقرها عامين بقى تغادر أمور تل واحد الصباح تخسر لها الخيط وتقطع لها الضو سولت جيرانها قالوا لها راد دورها كين وجاءت للدار عندي نيشان أنا ما كنش لأنا وولدي كنت أدي سولا الرودة وجاءت بنتي في الدار أعيطت على جارتي لحداية وقالت لها عفاكة دخلي شوف الخيط وشراكب في بلاستو أنا ما كينش ودخلت لي جارتي اللي المفروض أنه بنو بينها التقار منين جيت نيشت علي يا لوستي من بعيد مش هاتف حالها قلت لي يا جارتي أجي يا سعاد را لوستي كجات وما عندها شده هذا الخيط يمكن ما راكبش يالله وقفت وهي تم راجعة لوستي دخلت لي بحل شي شابه بحيلة أنا ما كينش قلت لجارتي دخلي وشيرت لها بصباحة سيري شوفي لي دكت طوى الشركب ولا مراكبش وقلت لها هاتي راداري عيش هاتي دخل لها هنا ماشي دارك هاتي رادار ممي وترى غير حوزة فيها دخلت وعيدت عليه وقلت لي شنو كاين راسي ذا مقطوح لي هاده مش هاتقلبتي على الترسيان وجابته للدار وقلت لي يا حيدي دخل السيد لا ما غديش يدخل انا راجلي ما كينش في الدار وانا مربوحي وما عنده شو حق انه يدخل جيمة كل راجلي دكت الساعة يقدر يدخل ايوجيرا نتجمعو وهي دخل لي يا هي وراء رجالة مولفين يدخل عندك بالليل وبالنهار عاد هاده ما تخليش يدخل اويلي بقيت كنشوف فيها مش هاتي فحالها جات مو شافت باللي انا المشكيل من بنتها قلت لي غدي نحيدها ضده لنايض عليها هاد المشكيل مش هاتي تجري عند بنتها وقلت لي ها راسو عاد بالعين حيدة تضده وبدت كتعايير وكتسب وقلت لي ولدك را دي يوتي ومرته كتدخل رجالة للدار ورا عندها خالي دياله هو جاري ورا ولدك كتوكل في غير سحور راني شفت هذه النار عند الفقه تيقات بنتها وسكتت ما قالت ويله قالت والله ما نخليها فيها والله حتى انتفى لغد لي كنت غديب بنتي السويح غديت لقى اليوستي وبنتها ودفلت لي على وجهي ورجعتها لها كذب على الله حرام تلحت فيها ايو بنتها وضربوني انا ما قدرتش عليهم بزوجات انتفوني في الزنقة ورجعوني حالتي كل شي تيشوف وحتى شحد ما قدر يفكني منهم تسالت قلت لي ها والله لابقت فيكم بزوج ولكن وحدا فيكم غديت تاكل كل دق اكثر وحسبي الله هنعمل واكل فيكم وحلت لي هنا وحلفت تنذير لها شعي مصيبة مشيت الديت بنتي السويح ورجعت للدار وطحت عليها فكرة النامية قدرتش يحويش صراحة اللي اندمت عليهم وما اندمتش عليهم كانوا معي اصحاباتي اللي طيحوا علي الفكرة بلي انني نزيد نجرح راسي غير بشي بالي الدم لانه اصلا خلووا لي الاثر ديال الدرب ومشيت درسي فيكة عن طبيب اللي اعطاني فيها 19 اليوم ودفعتها عند البوليس اللي غدي عيطوا لها ودرت احتب لي انها قاعد شي امور وحدا اخرى سرقات لي شي حاجة معلها تكفي الشرف ديالي اللي كان بالصح البوليس سيقبلوا لي غير شكاية واحدة اللي هي ديال الدرب والجرح اللي هي حقيقية عيطوا ليوم البوليس نفس النهار هي مني سمعتها كاك بلي حطيت لستيهي وبنتها فاجبت راجلها وجات وبقات سمحي لينا وبقوا كي يعتذروا اللي ام ديال انقذت علي وقعت لي رجعت لي ووالديش ماته وقد دخل رجاله وحضرته على ولاده مديتش عليها ما بغيش نخرج معها لعيب غدي نشرت عليهم يشريوا لي واحد الحاجة اللي درت في القضية وشديتك الفلوس غير باش نعاقبهم علش ندارو فيها لكن رغم النهار شديتهم ضمير رتي اني بني بساف تنقول شديت الفلوس اللي ماشي حقي هي التعدات عليها عدباتني وعيراتني واتهمتني وشوهاتني عند جيران وفي الزناقي واتهمتني بالفساد وبدأ كل الحر انا انتقمت منها بها الطريقة وما فاش وصلت معهم من المخزن حبستهم وقلت لي هم بلي حدكم تماما ما بقوش يقربوا مني حيش ولو كي يخافوا لستي غدي هددها رجلها اذا بقي ما زال سمعت عليك شي حاجة غدي نتلقك انا درت لهم تنازل على لك الضرب والجرح وليجاليزيته في المقاطعة كان عند بالهم اذا اعطتهم الورقة ارا غدي يقلبوني والفلوس ما غديش يعطوهم لي ولكن شرط عليهم ذيك الورقة انا اللي غدي نعطيها ونشد في لي دي الفلوس هما اللي اول دولي البوليس بلي انه رابي امكانك هاد القضية تطلعي المحكامة انا خسرت ان انا نحبسها هنا حيش غير بغيت نخلعهم باش عمرهم ما زال يتجرؤوا عليها ونقفهم عند حدهم والمشكلة الحمد لله غدي تحد رجلي وسطه الشي كامل ما كيش لانه كان خدام وكان تدي بلصة من بلصة من بلصة من بلصة من بعد 3 شهور جاء ويجي عند خدته ونقلت لها اختي قال ليها بيناتكم انا تعديتي عليها وضلمتها شو غريك هادك لا انا مدل حتيش حارة يوم ما كافلانا حرمتيني على والدي لا انا ارى ما قلته له وقل لمرتك ما تبخاش تجي عندي كوني هانية عمره ما تحترج لها عندك واخا تقيم عندها القنازة وقلت انت ايش الدرج لك اللي احفظك حدينا صداع ومرضت وبدت كتنضب في حناك اولا اخوتي ما يجوش من جهتي ليش اختي غريك من جهتك بالسلامة هاديك مرتي ممت اولادي قلمتيها ومبغتيني نصفق ليك ومشت في حالها واحد النهار جاءت عندي واحد صاحبتي اللي كانت احضرات فاش ضربتني لوسي وبنتها وكانت بالليبنات اللي طيحوا علي الفكرة انني نجرح راسي وهدي حسر رازع ما صاحبتي سيفت عليها وقد قلت لي هاديك حتى هو راجل مالك شنو واقع ايوه هاشنو قلتي فيها واخا نفرد انه قلت انا الكلام اللي قالوا لك راجلي شنو تدخله في الموضوع لا راجلك يدك يتحرش بيها ورتيحة نزز فيها ايوه راجلي خط حمر وانا راني ما قلت فيك حتى شي حاجة الله يرزيني فولادي اذا اهضرت فيك بشي كلام خايب ومشت من مراعب 3 يام بالضبط وبدأت تقول هاي يخرجوا فيها دنوبي هاي الترززف اللي عزيز عليها تصدمت فيها والكتاب اللي انا هي اللي كانت تمشي عند الوستي وانا كانت تمشي عند الفقهة وانا عمرني معرفت حتى الباب انت عشي فقه كيف داير اللون ديالو هذه كانت صاحبتي وفي الخرط ولكن ليس هذا هو الاساس هذه هي حكايتي كلها انا عاودتها لكم باش نسوي لكم انا ذلك الفلوس اليومينا هذا باقيين عندي وما خسرتهمش هاي الفلوس الي شديت في الباطل انت عديك الحاجة اللي ثبيتها فيها وانا عارفة بلي انه هاي الفلوس بلي انه محرام وغادي نتحاسب عليهم ولكن ما عرفش الطريقة باش نرجعهم لراجلها الراجل الوستي حتى شو هو اللي يعطاهم لي انا حرت وما مرتاحش من هاي الناحية وما كرتش انكم تعطوني شي حل اللي نخرج منها ساركة وحبيا انا بغايت غير نقدبهم باش انهم يعطوني تساع هذي هي حكايتي وهذه هي كانت حكاية سعادة يا سادة يا كرام انا رأي في هذا الموضوع من رأيك في الاول بلي كتحسي بلي انا وغادي الفلوس من الحرم والله اعلم غادي تسعلي عليك الطريق وغادي ترجعها لراجل الوستك وتقول لي لي بلي انا افلان راني مسمحكو في ذاك الشي اللي وقاع في ذاك الشي اللي تسرق اللي هو في الاصل ما تسرقش وترجعلي ذاك الفلوس اس بوحد طريقة لي حبيه باش تبعدي من المشاكيل وما تضريش راسك وتبرر اي راسك من ذاك الشي اللي يدرتي هذا رأيي والله اعلم والله ما عرشوش عندي الصح ولا ما عندش الصح ولكن باش تأكدي اكثر انا كنظم بلي انه تمشي عنده شي امام تاع الجامع وصولي او لتبحثي اكثر في فيديوهات في اليوتيوب ولكن كنظم بلي انه بما انه هدك الفلوس راماش يديرك خسك يترجعهم كنتمنى انهم المتابعين اذا عندهم شي افكار اذا عندهم شي رأي يخليوه لك ربما ينوروا لك طريقك وان شاء الله الله يخفر ليك الله يسمح ليك الله يخفر ليهم الله يخفر ليهم والله يخفر لينا جميعا هذه كانت حكاية الليلة كانتمنى انها تكون عبرة لكم دمسوا في رعاية الله وحفظي انتلقوا بعد غضة ان شاء الله كيف العادة سلام سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة